الجامعة الأمريكية في مدينة السليمانية تستضيف اليوم وغدا مؤتمرا موسعا بمشاركة شخصيات سياسية وعسكرية واقتصادية عراقية وأجنبية حمل عنوان ما بعد داعش إنهاء دوامة العنف نحو حلول مستدامة تطرق المشاركون في الندوة الحوارية الأولى لمواضيع تضمنت قضايا الحرب ضد الإرهاب ومرحلة التعايش الحضاري للعراقيين ما بعد داعش هناك من يعتقد أن الملتقى جاء في أوانه الطبيعي ملتقى سليمان يعتقد في غاية الأهمية لأنه يناقش التطورات التي ستحصل ما بعد داعش هذه القضية في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية أعتقد فيه يتساوى الجميع والكل وجه السلطة والهواجس والمخاوف وكلها تطرح اليوم السياسة والحرب والاقتصاد ثالوث متلازم على طاولة الحوار في الملتقى وسياسة الناجعة هي ثمرة النجاح في الحرب والاقتصاد كما يشير البعض نحتاج إلى توازن ما بين العسكر القوة وبين الاقتصاد والحرب والسياسة ولذلك نعتقد أن السياسة هي حقيقة الموجهة لتوظيف الاقتصاد في محله والقوة في محلها لم الشمل الواضح لأطراف سياسية عراقية متعددة في هذا الملتقى لا يعني أن الهواجس والمخاوف حيال التطورات ومستقبل العلاقات بين تلك الأطراف قد تبددت خصوصا على صعيد العلاقات ما بين أربيل وبغداد التطورات والتنسيق العسكري والاستخبارات جيد جدا والحد الآن بين عمد القليم والحكومة العراقية بس التنسيق السياسي والتطورات السياسية بطيئة جدا هل تبقى بطيئة وراء هذا الملتقى؟ الكرة في ملعب السيد العفادي أعتقد ومن المؤمل أن ينهي الملتقى أعمله غدا بموضوع يتعلق بمعركة الموصل بمشاركة باحثين من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط وقائد عمليات القوات العراقية في الموصل وممثلين عن الحجد الشعبي في الملتقى الخامس بالسليمانية الخاص بإنهاء العنف يلتقي الغريم والصديق والسؤال المطروح بقوة هل ستنتهي رحلة العنف في البلاد ما بعد مرحلة داعش؟ يوسف المندلاوي الحرة السليمانية